بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على الوثائق المطلوبة من أجل طلب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذن الوثائقة الأولى هي شهادة الإقامة أو شهادة السكنة ولا بغن نصوبها شهادة الإقامة إذن بالنسبة للجدد يعني لأول مرة سنحتاج عقد زياد أصلي باللغتين العربية والفرنسية زائد عقد الكراء أو شهادة الملكية أو التزام موقع من طرف مالك المحل زائد فاتورة الماء والكهرباء زائد شهادة العمل أو عدم العمل وكتحتاج شهادة مدراسية أو جامعة بالنسبة للطلبة والتلاميذ وكتحتاج جوجة لتصور أتمشي عند المصور أتخل الله أخليك بغاية نصوب البطاقة التعريفية وطنية هو أغلي صوبها بالنسبة للحالات أخرى يعني التجديد، الضياء، انتهاء الصلاحيات، غير معلومات أو مثلا الصارقة إذن الآن يحتاجون تقريبا نفس الوتائق عقد الكراء أو شهادة الملكية أو التزام موقع من طرف مالك المحل زائد فاتورة الماء والكهرباء زائد شهادة العمل أو عدم العمل زائد نصحة من عقد الزواج أو الطلاق أو الأرمال زائد جوجة لتصور وفي عقد الزياد أصلي يحتاجون نصحة من بطاقة التعريف الوطنية إذن هذا الوثائق هذه نبغي نصحة شهادة السكنة إذن الوثائق لك نحتاجها بنسبة لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذن أول حاجة شهادة الإقامة أو السكنة كما سبقا يشرحت مسبقا زائد استمارة الطلب مسبق وهذا اللي كتعمروه يعني في الموقع للسكنة إذن اللي بغي تعرف على الطريقة غالي يضغط على الدائرة البيضاء التي تظهر أعلى هذا الفيديو كما كتشوفوا أمامكم الآن ثالثاً غالي تحتاج جوجة تصور وحدة أخرين رابعاً غالي تحتاج 75 درهم وآخر وثيقة حسب الحالات إذن بالنسبة للجدد غالي يحتاج نصحة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي بمعنى غالي يأخذ صفحة دي الحالة المدنية لفعل معلومات ديها له وغالي يدي لها النسخة وغالي يديها معاه زائد الدفتر العائلي أو الحالة المدنية أو غالي يحتاج نسخة موجازة من رسم الولادة أو غالي يحتاج نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية إذن عيوحدة من هذه الوثائق ثلاثة كتشوفوها أمامكم إذن بالنسبة للوثيقتين الأخيرتين يعني كننخدوهم من مكتب الحالة المدنية التابع للجماعة الحضرية أو القروية محل ولادة المعنى بالأمر يعني خستمشي بالضبط للجماعة في انتزاد دي تي أو في انتزاد اللي بغي يصيب البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية وبالنسبة اللي بغي يدير تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو اللي بغي يعودها كيحتاج فقط أنه يجيب البطاقة الوطنية الأصلية إذن الآن هذي نشوفو الحالة التاتية اللي هي حالة الضياع أو الصرقة إذن كيحتاج؟ كيحتاج التصريح بالشرف في حالة ضياع صارقة أو اتلاف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذن هالتصريح هذا من يجيبه إذن إما كيكتبوه بخط اليد يعني التصريح مكتوب بخط يد المصرح المصرح بمعنى السيد أو الشخص اللي ضعت له البطاقة الوطنية وبالنسبة للقاصر اللي ضعت لهم يعني هالتصريح هذا كيكتبوه الولي الأمر دياله أو الوصي عليه ومن بعد يوقعوه المعني بالأمر يعني اللي تلفت له البطاقة الوطنية أو لما بغيش يكسب هالتصريح مكتوب بخط اليد بإمكانه يتجه نحو مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومن بعد غادي يعطيوه واحد المطبوع وغادي عمره وغادي تفعليهم لا بالنسبة له لا بالنسبة لضعت للقاصر يعني الولده أو الواصي عليه الآن غادي نشوف الوطيقة الخامسة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج غادي يحتاجوا شهادة التسجيل القنصلي متضمنة للعنوان الحالي لمقر السكنة منين غادي يجيب هاد الوطيقة من المصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصولية للمملك المغربي بالخارج أو مديرية شؤون القنصولية والاجتماعية التابعة ليزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إذن بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج كيعرفوا المصالح هذه غادي يمشيوا لها وغادي يجيبوا هاد الوطيقة لبقتلهم إذن الآن غادي نتعرف على الوطيقة الخامسة بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المغربية إذن كيحتاجوا شهادة الجنسية أو نسخة مطابقة للأصل من المرسوم أو الظاهير الذي اكتسب بموجبه الجنسية إذن وحدة من هاد الوطائق مني كيجيبهم؟ كيجيبهم من وزارة العدل أو السلطة القضائية أو الإدارية المختصة إذن كيك تشوفوا أمامكم هذه الخططة التي تشرحنا يعني الوطيقة الخامسة التي نحتاجها لنبغي ننصب بطاقة السلطة الوطنية الإلكترونية بالإضافة إلى شهادة اللقامة أو السكنة استمارة طلب مسبق جوج ديلتصور وخمسة وسبعين درهم إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله موسيقى